وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان مرسلة أكسترانيوز آية السيد أهلا بك آية أهلا بك باسم طبعا كما قلت قبل قليل أو كما أنتم أسلفتم قبل قليل بأن زيارة رئيس عبدالفتاح السيسي اليوم للعاصمة الأردنية عمان لها أهمية ولها طابع مميز جدا خاصة وأن العلاقات الأردنية المصرية تعد علاقة مميزة جدا طبعا اليوم في إطار المباحثات الثنائية التي جرت بين العهل الأردني والرئيس المصري كان هناك إطار تسبب التعاون المشترك بين الدولتين فيما يخدم مصالحهم المشتركة من الناحية التجارية والاقتصادية والاستثمارية وأيضا في مجال تبادل المعلومات كما أكدوا أيضا على موضوع أو تطرقوا لملف الإرهاب خاصة وأن بعض الدول العربية المحيطة تعاني حتى اليوم من هذه الصعوبات أو من هذا الصراع لذلك أكد الزعيمين اليوم بأنه لابد من التكاتف الجهود المبذولة من أجل الحد من الإرهاب وتطرف في الدول المجاورة أيضا كان هناك كما أسلفت أنت قبل قليل بخصوص القضية الفلسطينية وأيضا تطرقوا لموضوع قطاع غزة خاصة وأن هذا القطاع يعاني منذ زمن لذلك كان هناك اليوم مشاورات بأنه لابد من أن ينعم هذا القطاع بالأمن والاستقرار والوضع الاقصادي المتحسن أيضا غير ذلك باسم كانت اليوم هناك تعاونات بين الأردن ومصر فيما يخص أن العهل الأردني اليوم شكر الجالية المصرية المتواجدة في الأردن لدورها الهام والفعال في التنمية حقيقة جالية المصرية في الأردن لها دول جدا فعال في المجتمع الأردني أيضا الرئيس السيسي بدوره شكر العهل الأردني على حسن الضيافة وعلى الحفاوة والاستقبال الرائع الذي حدث اليوم الرئيس السيسي سيبقى في الأردن حتى يوم غد لكن لم تتظر أي بيان أو أي قرار من أي جهة رسمية حول ما هي الخطط المستقبلية التي سيقوم بها الرئيس السيسي أثناء تواجده في الأردن لكن اليوم مباحثات كانت موسعة فعلا بين الوفدين البلدين نعم باسم نعم شكرا جزيلا لك آية السيد كنت معنا مباشرة من العاصمة الأردنية عمان مرسلة أكسترانيوز آية السيد